السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة اليوم اللي هي محاضرة رقم سبعة راح نتكلم عن numerical methods for first order differential equations. واحنا اخذنا بالـ differential equations منها اخذنا تصنيفاتها اخذنا نوع من انواع differential equations وقلنا علي الفيرس اوردر يعني المشتقة الاولى للدالة. يلا نبدأ ان شاء الله. هسا هاي introduction. راح اقرأ الintroduction. راح نقرأ ابدأ اقرب من انا. not all first order differential equations may be solved by separating the variables or by the integrating factor method. اتذكرون احنا من اندرسنا في الثاني الفصل الثاني انه اخذنا طرق اللي هي separating. يسميه separation or separating method. واخذنا الintegrating factor. فهنا انا يقول مو كل الطرق يعني اللي هي separating والintegrating factor يمكن نستعملها لاجاد حل تحليلي للمعادلات التفاضلية. اكو مجموعة من الطرق التحليلية اللي تستعمل لحل المعادلات التفاضلية. على اي حال هذه الطرق التحليلية هي الطرق قليلة يعني محددة بها مجموعة من المحددات اللي ما نقدر نستعملها في حل اي معادلة تفاضلية. هسا where a differential equation are non-boundary conditions are given. an approximation solution may be obtained by applying numerical method. اذا عندي معادلة تفاضلية وبيها الباونداري كوندشن ما لاته اللي هي هذي. اه يمكن نستعمل حل تقريبي باستعمال numerical method. هاي الطريقة هي سراح نشوف اش اسمها. there are a number of such numerical methods available on the simplest and the simplest of these is called Euler's method. اكو مجموعة من الطرق اللي هي تستعمل لحل هاي المعادلات التفاضلية. ومن ابسطها طريقة ال Euler's method. هسا قبل لا ناخذ ال Euler's method. خلنا نذكر نوع من السيريز اللي احنا استعملناهن اللي اخذناهن بالمحاضرات السابقة اللي اسمه Maclaurine's series اللي هي متسلسلة Maclaurine. اه given a general function فاذا عندي مثلا دالة فوف اكس. فان اف فبرايم اف اكس is the first derivative. مشتقة الاولى اللي هي راح تكون اف برايم. اف دابل برايم اكس is the second derivative. and so on. ال اف دابل برايم هي المشتقة الثاني لهاي الدالة. also f of zero means that the value of the function when x equals zero. يعني القيمة لما نعوض قيمة اكس سفر فتطلع لف اف صفر عند النقطة اكس ساوة صفر. والف اف برايم زيرو يعني لما نعوض قيمة اكس ساوة صفر بالمشتقة راح تطلع عند قيمة المشتقة عدل اكس سفر. means that the value of the first derivative when x equal zero and so on. let the power series of f of x be. حسا اذا ناخذ فتطلع اللي هالباور سيريز اللي هالباور سيريز اللي هالتذكرون هاي واحدة من الدوار اللي لتنا ناخذها. ال f of x اللي هي راح تساوي ان اي نوت زائد ان اي one اكس زائد ان اي two اكس سيكوير بلاس اي three اكس كيو بلاس اي four اكس مرفع للقوة اربعة وهكذا. لها المعادلة رقم واحد. where a not a one a two are كونستانس. يعني عندنا اي نوت واي وان اي two a three a four كلها عبارة عن ثوابت. هسذا عوضنا عن اكس نوت ساوة صفر او عن اكس ساوة صفر معناها بالمعادلة رقم واحد هاي كلها راح تصير صفر. شي يبقى انه يبقى انه الف اوف نوت او الف اوف صفر يساوي انه اي نوت يبقى انه فقط هذا الرقم. اذا اشتقينا هاي المعادلة لرقم واحد. with respect to اكس راح تطيني المشتقل او هذا المشتقل الاولى اللي هي بها الاي نوت راح يصير صفر راح يصير عدنا فقط اي one بلاس two اي two اكس بلاس ثري اي three اكس سكوير الى اخره واذا عوضنا عن الاكس صفر معنى هذا انه يكونين راح يروح عن كلها صفر وصير عد المشتقل الاولى عنده الصفر يساوي انه اي one. هسه differentiating question two راح نشتق هاي المعادلة مرة ثانية حتى نطلع المشتقل الثانية للاكس فصير عد اثنين اي two زاء ثلاثة في اثنين اي three اكس الى اخره واذا نتعوض عن قيمة اكس. فهذا القيم كلها راح تصير صفر وصير دالة اف اوف نوتش راح المشتقل الثانية من اكس ساوي صفر ساونا اثنين اي اي اثنين او يساوي مضروب اثنين مضروبة في اي اثنين عفوا منا راح نطلع الاي اثنين شوفوا منا راح نطلع الاي اثنين اللي راح يساوي ان المشتقل الثانية عند النقطة اكس يساوي صفر مقسومة على مضروب اثنين بوعو اي اي اثنين يساوي ان المشتقل الثانية عند النقطة صفر على مضروب اثنين اي 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 ا راح يكون عندنا A4 نفس الشي نشتقل معادلة 4 مرة أخرى حتى ناخذ نطلع المشتقى الرابعة ونطلع A4 يساوي المشتقى الرابعة على مضروب 4 والA5 راح يساوي المشتقى الرابعة على مضروب 5 والA6 راح يساوي لنا المشتقى السادسة عند قيمة X نوت على مضروب 6 والA7 راح يساوي لنا المشتقى السابعة على مضروب 7 وهكذا فرح نطلع جميع الكونستانت A1, A2, A3, A4 الى آخرين هسا هاي الكونستانت A1, A2, A3 الموجودة بالسلايد السابق راح يطلع على المعادلة هناك كان عندنا شنو A نوت مكان A نوت حطينا قيمة المساوية الهالية F of Naut هناك كان عندنا A1 مضروبة في الـ X الـ A1 هي مشتقة الأولى عند النقطة X ساوي صفر مضروبة في الـ X هناك عندنا كان A2 هناك عندنا كان A3 فطلعت لنا هذا المعادلة وهذا المعادلة اللي هي هذه اللي هي معادلة مكلورين 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 ثيارم أو مكلورين سياريز خلشوف شنو الفائدة من هاي راح ناخذ ذن الحدود بعويا راح ناخذ ذن الحدود ذن المهمات اللي هي راح ناخذها في طريقة Euler's Method لحل المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى لـ First Order هسا المكلورين سياريز مي بي ستيتيت از الدالة F يساوي قيمة الدالة عند الـ X يساوي صفر X في المشتقة العولة زائد X على الثنين في المشتقة الثانية عند النقطة X يساوي صفر زائد الى آخر يحن هلما ما علاقة به هنس هسا نيجي لهذا الشكل اذا عندي هذا الشكل عندي X نوت يساوي فد نقطة قيمتها B اللي هي F يعني إذا عوضنا عن X هنا رح تطلع لقيمة B و عندي أكسب هاي النقطة هنا رح تكون H لما نعوض F X اللي قيمة H رح تطلع لي هنا قيمة Q فصار تعد هاي الدالة اللي هي Y function of X زائد خشوف شانت فائلة من هسا if the Y axis يسا قبل شوي فكانت عدنا B هنا وكانت عدنا Q هنا هنا لما X يساوي صفر وهنا X لما نساوي H هسا راح شنسوي راح نزحف X يساوي صفر هذي الهنان راح نزحف الهنان بمقدار A فصير ال H محسوبة من هاي النقطة يعني من قيمة A إلى هاي النقطة وهاي النقطة شراح تصير كانت سابقا هي F of H هسا راح تصير F of A زائد H لحساب قيمة Q طبعا هذي المعادلة نقلناها من سلايد السابق حتى نخلي هنا لنا نحتاجها بالشرح هسا راح نقلنا من الأعلى If the Y X and the origin are moved A units يعني هسا ال X اللي كان موجود هنا راح نحرك بمقدار A to the left طبعا هو مو to the left to the right بشاشة to the right to the right then as shown the equation of the same curve relative to the new axis becomes هسا Y راح السيد معادلة ما أرط يعني هسا نحرك نحن بمقدار A معنى أي قيمة هنا موجودة أي قيمة هنا موجودة للY راح يصير Y ساوين F A زائد X مقدار الزيادة راح نبدأ منين راح نبدأ من نانا راح نبدأ من هاي النقطة هاي النقطة هي A راح موجودة راح يصير إذا راح نطلع راح يساوي لنا function of A زائد X and the function value at B هسا عدنا هنا function value of B هو عبارة عن f of A لأن هاي هنا النقطة هي عبارة X A وعدي النقطة Q اش راح يصير عند النقطة Q خلن نبزح هذا التخطيط أو الملاحظات عند النقطة Q شو راح نحسب ها النقطة Q اش راح هصير هي f of A زائد X ال X هاي هنا H فصارت F of A زائد H يساوي F of A يعني يساوي القيمة السابقة هاي هي القيمة السابقة زائد H اللي هي المسافة هاي اللي هي interval مضروب المشتقة الأولى للنقطة A زائد S square على مضروب 2 في المشتقة الثانية A زائد إلى آخر اللي من جبناها احنا جبناها من هذه المعادلة اللي من سلايد السابق هاي اش نسميها هاي يعني هاذ الاشتقاق هاذ المعادلة شنسميها نسميها تايلر سيريز اللي ما اخذي احنا بالمحاضرة في الفصول السابقة زائد هسا هسا H is the interval اللي هي هذي بوعو هذي H هي الفترة between two new ordinances يعني يعني بين هاي القيمة وهاي القيمة ال ordinances يعني القيم اللي احنا نحدي ها y not y one هذا هو y not وهذا عدنا y one احنا and if f of a ساولنا y not اذا عوضنا a يعني ها قيمة x ساولنا اي تطلع عنا القيمة منها لهاي النقط b اللي هي قيمة y not هاي منها الهنا يعني ها هي y not وال y one يساول نعوض هاي القيمة اللي هي f of a زائد and h تطلع عنا q اللي هي شنية هاد منان هنان اللي هي y واحد then euler's method states هسا euler's method راح صير f of a زائد h يساول f of a زائد an h اللي هي الانترافول في المشتقة عد من عد النقطة a يعني اذا اريد اطلع قيمة y one هسا f of a زائد h يعني هو y واحد شي يساوي f of a اللي هي y not زائد h في شنو في المشتقة اللي قبل هلين المشتقة f of a يعني المشتقة الاولى اللي هي عند النقطة a اللي هي y not معناها اذا اريد اطلع عن قيمة خلى امسح ال highlighting معناها من هاي المعادلة اش راح نفهم احنا اذا اريد اطلع قيمة y one لازم شي يساوي ساوي إنا why not زائدا h اللي الانتروفول مضروب في المشتقة اللي العمود اللي قبل او النقطة اللي قبل اللي هي المشتقة بهذا المكان اللي هي مشتقة why not the approximation used with Euler's method is to take only the first two terms of Tyler series يعني احنا فقط راح ناخذ الحدين الاثنين الاولين تال السريز اللي هو موجود بالمعادلة لقم واحد عشون in question one hence if y not h and y prime note are none يعني اذا كانت عندي قيمة y not اللي initial value القيمة لل y not وعند المشتقة معلومة are none y 1 which is an approximate value of the function at q اللي هو القيمة التقريبية لل القيمة q ال y 1 مثل النقطة هنا اللي هو قيمة q can be calculated يمكن ان ين زين راح ناخذ مثال تطبيقي احنا على هذه الطريقة وراح نشوف شلون راح نطبق هس هذا الطريقة احنا نستعملها وين نستعملها لما نكون عندنا الانتروفل المتساوي ونستعملها لحل لحساب قيم ال y من المعادلات التفاظنية اللي هي first order problem number one obtain a numerical solution of the differential equation d y الى dx او ثلاثة واحد زائد x ناقص y هس سمطين المعادلات التفاظنية ويريد ليها طلع الحل مالطة شنو طلع الحل مالطة يعني طلع قيم x بالمقابل الى قيم y هالشكل طبعا راح نحتاج المشتقة احنا وهي هذا الجدول راح نحتاج ايضا المشتقة اللي المشتقة الاولى والثانية والثالثة وسبعدين راح نشوف بالحل given the initial condition that x ساوى واحد يعني هاي الى x نوت اول قيمة when y نوت اللي هي القيمة الاول لها initial ساوى اربعة for the range x من واحد الى اثنين with intervals of point two يعني هاي قيمة الh فال x يس من واحد الى x يساوى اثنين وبعدين ندرو the graph of the solution ورسم الحل مارتل الغراف للحل مالتك نجي قدنا dy الى dx اللي هي المشتقة هذان المعادلات نقلناها من السلايد السابق اللي مثلا معادلة تايلر dy الى dx هي y ويساوى ثلاثة واحد زاد x ناقص y اللي نقلناها منا هاي موجودة هنا ازين الواي نوت قال لي اربعة هاي منطيها بالسؤال فالسر المشتقة الاولى عند النوت يعني عند قيمة الواي نوت شاوى والx نوت عند الواي نوت وعند الى x نوت شاوى نحوض عن قيمة x وقيمة y فالسر ثلاثة زائدا ثلاثة في واحد هذا الواحد اصلا بالمعادلة زائدا واحد اللي هو الى x نوت ناقصا الواي نوت اربعة والناتج شنو اثنين هسا شن عرفنا احنا شن نطلعنا ال x نوت معلوم وال y نوت معلوم والمشتقة الاولى معلومة شنحتاج حتى نطلع الواي واحد نحتاج حسب قانون تايلر نحتاج الواي نوت اللي منطين اربعة ونحتاج ال h اللي هو قيمته معلوم و بوينت اثنين ونحتاج المشتقة اللي هي قبل الواي واحد اللي هي يصير y نوت اللي هي قيمتها جقية قيمتها اثنين نجي نعوف بالمعادلة y واحد ساونا y نوت زائد h y نوت فرم معادلة اثنين فالواي نوت هي اربعة وال h هي بوينت 2 والمشتقة الاولى هي بوينت 2 والناتج 4.4 طلعنا قيمة y واحد اللي هي عد من عد اول قيمة للx نوت هي واحد القيمة الاولى للx بعد ما تقدمنا h لازم بوينت 2 يعني طلعنا قيمة y واحد عد 1.2 اوكي اللي هي اد point q حسب ما موجود بهذا الشكل خش هسا اذا اريد اطلع y 2 y 2 اش راح يصير y 2 يساوي y واحد زائد شنو زائد h في شنو في المشتقة y برايم عد من عد من عد y واحد اوكي فهسا احنا حتى نطلع هاذ نجي y واحد اش نحتاج شون نطلع على y واحد معادلته هاي موجودة المشتقة نحتاج x واحد لازم نعرف ونعرف y واحد y واحد وإحنا ارد مطلعين هذا هو y واحد زين x واحد شون نطلع x واحد هو مطيني قيمة x x هو واحد زين نتقدم شوي يصير h مطيني ها point 2 معناها x واحد راح يصير 1.2 هسا نجي نعوض حتى نطلع المشتقمات الواحد راح صري 3 1 زائد x واحد ناقص y واحد اللي هي هاذ هاذ هي x واحد وهذه هي y واحد طلعت للمشتقة عدي النقطة واحد 2.2 إذا طلعت للمشتقة عدي النقطة واحد 2.2 و y واحد عندي نقدر نطلع الواية 2 لو ما نقدر نقدر نطلع الواية 2 حسب تايلر اللي هو هذا الرسم نقلناه من السلايد السابق نجي رأسي مباشرة هذا مجرد تخطيط هذا هو x واحد راح يصير عند النقطة q وال y واحد هنا كان معلوم معنا هاي ش راح يصير y 2 بس احنا بدلناه حسب الرسم يعني هناك على موضوع يصير هنا و حسب المعادلة y not و عند y 1 بدي الخطوة الأولى الخطوة الثانية هاي راح يصير y 1 هاي يصير y y 2 هس هس هنه راح نجي نحس القيمة y 2 طبعا هنه شنسم y 2 انا اقول y 2 بس هي المعادلة مع تايلر يعني y 1 اللي هي y 2 هس راح تصير و y not هي قيمة y 1 القديمة y 1 القديمة شوف هنا مطلعي هذا هذا الحل هذا المربع المخطط هو المسلايد السابق الحل السابق y 1 هو 4.4 لأنه هنا كان y 1 هنا راح نخلي y not لأنه حسب المعادلة مع التايلر نقلناها كما هي 4.4 وال h هذه نفسيتها و y note اللي هي شنية y note اللي هي قيمة y y prime note 2.2 هس هنا هذا شنو y 1 يعني ش راح يصير قيمة y 2 بس احنا خلينا حسب المعادلة هو y 1 يعني هو الخطوة الثانية 4.8 الخطوة الدور الجديدة راح نطلع الدور نتقدم خطوة راح نصير x ساوي 1.4 وال y 1 هنا هي 4.8 و لا تنسون يعني هاي y 2 هاي الخطوة الثانية و هاي شنو هاي هي x 2 حتى نطلع شنو المشتقة اللي بعت المشتقة 2 بس هنسميها 1 يعني الخطوة اللي قبلها حسب المعادلة 3 زائد 1 هذا بالمعادلة هذه هي x 1 جديدة 1.4 وهاي y جديدة طلعت أن المشتقة جديدة 2.36 اللي هي المشتقة مالة y 1 زائد نستمر نفس العملية اللي هو العمود الرابع هذا هو الخط الأول اللي هو العمود الأول اللي به x 1 و y 4 و طلعت لنا المشتقة الأولى المشتقة قد نوت 2 هذا الخط الثاني لما كانت x 1 رح أصير 1.2 وال y 1 4 4 طلعت أن المشتقة 2.2 وهذا الخط الثالث رح تكون x قيمتها 1.4 وال y 3 رح تكون 4.8 وهاي المشتقة مالتهم دور الخط الرابع اللي هو هذا الخط الرابع الحل مالته هنا x رح تصير 1.6 y 4 6 5.3 2 5.3 1 2 وهذا المشتقة مالت اللي هي هذا y 1 شنية هي y اللي قبلها 4.8 زائد 2 اللي هي قيمة h وال y نوت اللي قاملها 2.36 تطلع عنا قيمة y 5.3 2 الدور نحتاج حتى نطلع y عد النقطة 5 شنحتاج نحتاج هذا y ونحتاج x اللي هي الجديدة اللي هي 1.8 حتى نطلع قيمة y 1 1 ونطلع اللي هي 5.8096 اللي هي هذه ومنعتها نطلع المشتقة عد y 5 اللي هي هذه 2.50 2.5904 وعند وعند اللاين 6 هذا هو قيم اللاين 6 لما تكون عند x 2 y راح تطلع 6.3276 تأول هنا نتوقف لأن بعد ما نحتاج المشتقة لأن احنا ريت نرسم x مقابل y عدم نقاط x من 1 إلى 2 عند نقاط 1 هاي 1 عند 1.2 وهذه راح تكون 1.4 واللي وراها 1.6 1.8 وراها 1.2 راح تخلون النقاط ترسموهن رسم يعني من أقل لك رسم ترسم تقريبي يعني مو إلا بالمصدرة يعني تلقيهم تعرفة الزايد مقدار فالشي تقريبي ترسم لي الرسم هذا هو الرسم مال هذا المثال هذا هو الرسم مال هذا المثال بدين من 1 شوف هاي 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 و2 وهنا أنا أذكر لك إنه إحنا ما نحتاج المشتقة زين ليش ما نحتاج المشتقة يعني بالحالة سادسة باللين السادس عند هذا النقطة ليش لن طلعنا إحنا ال-X وطلعنا ال-Y بعد ما نحتاج المشتقة لأن المشتقة نحتاج لما نطلع ال-Y عند ال-Y 7 هذا المثال نفس العملية ما كوي فرق مجرد لدي نوهلكم هذا ال-X يعني من صفر إلى 1 الزيادة هاي بين قوسين و.2 يعني من صفر إلى 1 قدك زيادة مقدارها و.2 بشكل متساوي يصير و.2 و.4 و.6 و.8 وبعدين آخر شي 1 وهذا الجدول مالة الحل و. حلينا بالمثال السابق وان اكمل المحاضرة بعد فيديو الثاني لهذه المحاضرة هذا المثال هو الحل المثال السابق عدنا هذا المثال هو نفس الطريقة هنا أنا يقلك نعم نعم مثال 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 دي إلى دي اكس مطين دي اكس دي اكس ذات اكس صفر يساو اثنين فور الرانج اكس يبدي من الصفر ينتهين بالو 0.5 وزيج زياد ال H 0.01 درو the graph of the solution بعد ما تحل مثل ما اخذنا الطريقة السابقة آآ مبتلك هنا الفرع ب by an analytical method using the integrating factor method ما لنا علاقة بشابتر خمسة the solution of the above differential equation is given by هذه المعادلة يعني هذه المعادلة حلمة لهاي المعادلة التفاضلية يقول بالنقطة با حلوها طلعت النجقة دي المعادلة حلمات المعادلة ما تلوها يطلع هالشكل X زاد 1 زاد E 2 X determine the percentage error at X equal point 3 زين احنا بالنقطة A راح نحل قيم واي راح نطلح شنو راح نطلح approximation يعني estimated يعني قيم تقريبية زين هما هنا با حلوها طلعو لك الحل التحليلي الحقيقي ف قلنا تطلع للأرر at X point 3 زاد فنجي لهنان يعني هنا مكان خلنا نمسح هذه نجي هنا لنعوض عنا X point 3 راح تطلع عن القيمة الحقيقية اللي الاناناني وعندي point 3 راح نطلح من الجدول هسه مثلا ما راح نشوف نطرح ونقسم من على القيمة الحقيقية راح تطلع عن percentage error هذا بدينا حل من هنا مثل ما سوينا بالمثال السابق وهذا هو جدول X من 0 إلى point 5 percentage error عد point 3 هذا تكملة الحل مع approximation value عن numerical value زين وهذا الرسم نجي الدول اللي هنان هاي النقطة باء اللي تكلمنا عنها قبل شوية هاي النقطة باء شوف عوضنا عن X point 3 بالحل التحليل اللي جقد طلعت القيمة الحقيقية هاي قيمة حقيقية طلعت 2.6 4 9 85 نجي شون طلع هذا قانون percentage error هذا هو موجود actual منين actual وطلح من القيمة التحليلية اللي قيمتها 2.6 4 9 85 ناقص القيمة من الجدول هذا شوف بو عيال جدول هذا اللي هو الحل اللي احنا طلع عن هذا قيمة Y 2.63 تقسيم على القيمة اللي الاناليطيك التحليلي في 100% تطلع من راح نتوقف راح اوقف الفيديو لانراح سنلص ساعة حتى الفيديو الاخر هو عبارة عن المعادلة الطريقة الاخرى اللي هي oiler coach coach method الطريقة الثانية اللي هي نوع من تصحيح او شوية تكون اكثر دقة من طريقة oiler يالله في عمال الهنا راح نوقف الفيديو و اسجل المحاضرة الثانية تكملة الهائل المحاضرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر